مساء الخير أعزائي المشاهدين برحب بيكم أينما كنتم في كل مكان وحلقة جديدة من برنامج مستشارة غير قانوني احنا هنتكلم النهاردة في مواضيع كتيرة وخطيرة وهنفتح قلوبنا لكل المواطنين وهفتح التليفونات لكل الناس انها تسمع نسمع قراءها ونسمع شكواها ونسمع أنينها ونسمع أخبار أكيد مفرحة أكيد يعني النهاردة هيتكون حلقة موجهة ليكوا انتوا وأنا هفتح التليفونات لكل الناس أن هي تتوصل معنا وتقدر أن هي توصل أي شكوى أو أي معلومة قانونية تحب تسألوا فيها لكن قبل ما نبدأ في حلقتنا احنا كان نفسنا أنه نخرج عن موضوع كورونا للأسف الشريط كورونا بيسيطر علينا كل يوم أكتر من اليوم اللي قابله في حاجات كتيرة بيخرجها مننا هذا اللعين هذا الفيروس هذا الوباء احنا برضو أولا وأخيرا بنادر ربنا يعني يؤزيح عننا هذا البلاء ويا رب ان شاء الله مصر يكون بخير لكن المصريين احنا زهقنا وتعبنا من ان احنا يعني ان احنا نبطل بقى ترديد فكرة كورونا المؤثرة وفي العدوى وكده وعايزين نغير النهاردة ونقول كلام جديد في كورونا كورونا المصريين بقى يتحقوا على كورونا ويقولوا ان احنا نتغلب على هذا الوباء ساعات بالكوميديا وبتحصل يا فشات كتيرة ان الحظر موجود وان الاسرة كلها مجتمعة وبقت الاسرة كلها يعني مكشوفة قدام بعضيان فبيتنظروا مع بعض وابتدى الدوة يوصل الحميمية اللي كان بيمنحها بعد الاسرة عن بعضيان لان كل واحد اللي مشغول في شغله او في عمله او مشغول في دراسته كل الكلام ده ابتدى يعني يكون الاسرة موجودة وفي مكان واحد ومكشوفين على بعض وبيعرفوا اسرار بعض وبيحكوا مع بعض وبيتكلموا مع بعض احنا الاسرة ابتدت الجمع ودي يمكن الحسنة الوحيدة اللي فكرونا وكان المصريين بيقولوا ان ده ساعد كمان ان في حميمية بين الرجل وزوجته يعني ان الزوجة اصبحت قريبة من جزء والزوج اصبح يحكي لزوجته انا بيقعد من بصوت بعض هيقولوا ايه بيحكم مع بعض ويبتدوا يحسوا بمعانات بعض وانا دايما منحياز للمرأة وبدفع عنها جدا 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 وبشكر كل الستات المصريات ان هما في الحظ يعني بيتعبوا اكتر من كل افراد الاسرة وده انحياز للمرأة انا بحب المرأة وبدفع عنها وبقول ان هي بتتعب تعمل تلات وجبات في اليوم وبتنزل تجيب الاكل ومسؤولة عن طلبات كل الاسرة ودايما بيكونوا الطلبات في وقت واحد انا بحيي كل ستة مصرية وقفة دلوقتي في المطبخ او او يعني قاعدة بتحضر اكل لولادها او بتشوف بصالحهم يعني كورونا افرزت فينا حاجات كتيرة حلوة احنا خلاص هنا من مشاكل كتيرة بتسببها كورونا وعايزين نتكلم بقى في حاجات كويسة افراز هذا الوباء اللعين اللي حسنته ظهرت فيه الاسرة المصرية الزوج اللي كان مشغول عن زوجته بيقعد معها ويتكلم معها ويحكي معها ويوصلها معاناة وبيتعب في شغله قد ايه او كان بيتعب في شغله قد ايه لان احنا كلنا ملتزمين بتعليمات الدولة والحظر لكن عايزين نقول ان الزوج برضو حس بمدى معاناة الزوجة ومدى تعبها لانه بيشوفها كل يوم بيشوفها بتتعب قد ايه وبتشق قد ايه بقت قدام عينه كورونا قربت الاسرة من بعضها وبعدين احنا شوفنا مشهد مهم جدا مشهد ولا كان بيحصل في الخيال بعيدا عن الاسرة المصرية شوفنا مشهد سيادة الرئيس لما بينزل بنفسه يوجه العمال في مواقع الانتاج ويقول لهم انتوا لابسين كمامة ولا لا وبيحذر هو ده القائد اللي في الخيال انا شايف انه هو بيسير على خطى عمر بن الخطام لانه كان بيتفقد الرعية وكان بينزل يؤدب المخدق في حق المواطن وبيؤدب المواطن المخدق في حق المجتمع وكان بيكافئ بعض الناس اللي كان بيوصل لي او لما سمعه في حين تفقده للرعية بيشوف احنا عارفين طبعا وقعت الفتاة يعني اللي رفض تغش اللبن سيدنا عمر اكرمها الرئيس مشى على هذا النهج وده امر احنا صعب او نشوف رئيس في هذه الاوقات بينزل بنفسه عشان يتفقد مواقع الانتاج بدون حراسة وبصورة مفاجئة وبيحذر العمال بيخاف عليهم هو ده الاب هو ده الانسان اللي احنا اخترناها عشان يكون قائد لنا انا تحية من هنا لسادة الرئيس على الخطوة الجريئة العظيمة اللي عملها في انه بيتفقد حال الناس وبيشوفهم وبيهموا حياة اصغر عامل في الدولة موقف جميل جدا كنا بنسمع عنه في القصة الخيالية وقلنا مستحيل يحصل ومعقول الرئيس يتنكر وينزل وسط الناس الرئيس جي فاجئ الناس وظهر وكان بيوصل رسالة كبيرة للعالم كله ان مصر في امان ومصر عظيمة وان هو قائدنا العظيم بيحافظ على حياة كل المواطنين انا بحيي ستة الرئيس ومش انسى ان انا حييي الحكومة اللي كنت دايما بنتقدها الحكومة ادائها في مكافحة هذا الوباء اداء ممتاز اداء انا فق كل تصوراتي عن هذه الحكومة اللي ما انتقدناها لكن احنا لازم النهاردة نديها تعظيم سلام وندي رئيسنا تعظيم سلام رئيسنا افرد هذه التعليمات للحكومة والحكومة هي الحمد لله شغالة وهي الدنيا مشية وان شاء الله مصر هتعدل ازمة دي ولكن الدور على المواطن انا دايما بقول يا مواطن التزم كامل التزام بكافة تعليمات الدولة عشان صحتك لانك انت مش هتدور نفسك بس انت هتدور المجتمع كله وعشان الحلقة ما تبقاش كلها على كورونا احنا برضو احنا بنستعرض دلوقتي في حاجات هنتنقشها بشاكل قانونية وبشاكل اسرية وهيبقى النهاردة الحلقة يعني شبه مفتوحة للجماهية بصراحة النهاردة حصل موقف غريب جدا يعني اشفى يعني الناس شافته اشفى غليل كل المصريين ان هما تم القبض انا بحيي الجهات الامنية التي قبضت على الاولاد اللي هما كانوا عاملين فيديو الصلاة كانوا بيصلوا بيستخدموا السجاير وكده الناس كلها كانت على السوشيال ميديا شايفة ان العيال دي المطلوبة للعدالة والحمد لله الاجهزة الرقبية والسلطات في الداخلية قبضت على العيال دي العيال دي كانت بتعمل ايه كانت بتصلي واستخدمة سجارة وكان فيه بعض من السخرية يعني على شعيرة عظيمة من شعائر الاسلام العيال دي اتقبض عليها وانيبت حبستها وانا النهار ده صرحت في كل الجرائد ان العيال دي لازم تاخد اقصى عقوبة العيال دي بتستهيم باكبر قدسية واباكبر مشعيرة مقدسة يا شعيرة الصلاة واكبر قدسية في الاسلام كل الصلاة الصلاة ما بين العبد وربي العيال دي تستهزأ ووازوني من لفظ عيال لانهم خسارة يتقال عليهم شباب لانهم فعلا شوية عيال العيال دي الناس كلها كان نفسها يتقبض عليها الحمد لله انا ببشركوا ان العيال دي تقبض عليها وان شاء الله هياخدوا جزائهم العادل بيزد الله ومن هنا انا بحيي وزارة الداخلية على موجودها العظيم ان ادت توصل للاولاد دي وتقبض عليها وانياب امرت بحبسهم لكن قبل ما انا حاكم العيال دي انا عايز احاكم ولاد اباهاتهم واباقهم اباقاتهم وامهاتهم الاسرة الاسرة هي المسؤولة عن هذا الخرف والتفكير الغير مقنع والتفكير السيء جدا انت وصلت الدرجة ان انت يتاري على الصلاة انت ايه خلاص اصبحت مغيب ما عندكش اي تفكير انك خلاص وفيش عندك شيء مقدس لكن انا زي ما بقول لحضراتكم انا عايز احاكم اهلهم قبل ما حاكمهم ان الراجل اللي يخلف شاب زي دا والشاب دا يكون تفكيره بالطريقة دية لازم يكون الاب غلطان والام غلطانة قبل الاب خافوا على عيالكم عرفوا عيالكم ان هم امتداد ليكم ان هم جيل هيكملكم يحافظوا على مقدساتنا انا كان نفسي بطالب اعضاء مجلس الشعب بسرعة اصدار قانون وقانون يعني يصدر على وجه السرعة بمعاقبة الاب عن افعال ابنائه خاصة لو كانوا احداث يعني لان التربية وان تحافظ على اولادك هي هو دورك في الحياة هو احدد حاجك بان كان في مشاغل وان كل انسان يعني مشغول بشغله ومشغول بعمله والجال واللقمة الايش ولادك انت بتجري على رقم تلاقيش عشان خطر ولادك انت بتهدم ولادك ولادنا هم كل حياتنا ولو فقراتنا في تربيتهم هنوصل للحال اللي احنا شفناه ده احنا عايزين برضو يعني نخرج من هذا الخبر القميء اللي انا يعني ما كنتش عايزة اقوله بس انا كنت مبشركم وبقى حاول اشكر قيادات الداخلية وزباط الداخلية وكل افراد الداخلية عن انهم ما قابدوا على العيال ديت وعلشان زي ما بقولكم وتتمنوا ان ما فيش حد اي حد هيغلط القانون هيطولوا لو هو فين ولو هو عمل ايه وانك تعرفوا ان مواقع التواصل الاجتماعي هي مواقع مسئولية انت كده بتمتلك حضرتك صحيفة او تلفزيون ملكك الناس كلها بتشوفوا لازم تحافظ على هذه النعمة اللي ربنا اديهنا مواقع التواصل الاجتماعي دي نعمة ربنا انعم علينا بيها لازم تحافظ عليها وبرضو ما تنشرش فيها شيء يسيء لنفسك ولا لبلدك ولو حصل كده القانون هيطولك القانون مش بيهزر واحنا في وقت ما فيش زار زي ما السيد الرئيس قال احنا في حالة حرب لكن احنا هنسيب العيال دي القانون يعني يتصرف معهم وياخدوا جزاؤهم ان شاء الله ياخدوا اقصى عقوبة هنخش على اخواتنا وحبيبنا المسيحيين انتوا عارفين دلوقتي ان فيه اعياد الربيع واعياد اخواتنا المسيحيين انا من هنا بقول لكل مسيح في مصر كل سنة وانت طيب المسيحيين في مصر اثبتوا ان هم جزء من كيان هذا الوطن الذي لا ينفصل منه يا ما ضحوا يا ما الناس دي وقفة قدام حرب الفتنة اللي هتحاول توقع بين افراد الشعب سواء كانت فتنة طائفية او حتى فتنة بين طواقف المجتمع وشوفنا المسيح والمسلم كانوا دايما ايد وحدة وفي زل في زل يعني كل المواقف الصعبة بصراحة يعني انا مش عايز اذكر موقف حشان ما انساش موقف او مش عايز اذكر اشكر حد وانسى حد الصح الناس دي تتشال فوق الراس وحبيبنا واخواتنا وانا مش عايزين نسمع بقى الكلام بيقول ما تهنيش اخوك المسيحي باعياده وكده انا ماليش دعوة انا بعقيدة هذا المسيحي سواء كانت عقيدة صالحة او فتنة دي عقيدة تخص هو وانا مش حسب الناس انا شريكي في الوطن عنده عيد اقوله كل سلام الطيب وانشر الخير بين الناس وانشر المحبة بين الناس وانشر السلام بين الناس احنا وطن واحد وانا بحيي اخواتنا المسيحيين وبقولهم كل سلام الطيبين احنا دلوقتي عايزين نتكلم على سيادة وزيرة التربية والتعليم برضو ان سيادة وزيرة التربية والتعليم سهل انا يعني انا لاقي ان في بعض الانارات الجميلة في اداء الحكومة برضو مقدرش اغفالها سيادة وزيرة التربية والتعليم يعني عمل حاجات رائعة مسألة البحث ومسألة التعليم يكون اونلاين الحاجات اللي عملها سيادة وزيرة التربية والتعليم انا بحيي عليها وان كل الناس باذن الله بتحيي عليها ويعني تصرف جميل انا راضي جدا عن يعني اداء سيادة وزيرة التربية والتعليم وربنا يزيح هذا البلاء وتتصلح الامور وعايز احيي ست مصرية عظيمة هي ست ست الجميلة العظيمة اللي يا ما انتقدناها وانا عارف ان دلوقتي يعني هيتقطع الكلام بتاعها كنت بتنتقد وزيرة الصحة انتقاد كبير قبل هذه الازمة لكن اداءها العظيم في هذه الازمة خلاني من اشد المواجبين باداءها العظيم وبتدي مثلا للمرأة المصرية العظيمة اللي بدأنا بها حلقتنا ان الست المصرية هتفضل طول عمرها عظيمة الست المصرية اللي برد بتفارس السيدة وزيرة الصحة لما تروح الصين بناء على تعليمات السيدة الرئيس طبعا اللي بحييه على هذه الخطوة الجبارة بتدار الازمة باحترافية يشهد لها العالم كله اما السيدة مصرية هي وزيرة الصحة تروح لمكان الوبا لاصل الوبا في الصين دي فارس ارادت ان تدير المعركة من قلب الميدان وانا من خلال برنامجي دوة انا بحيي جدا 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 وزيرة الصحة ايام راحت بس الصين لا دي كمان راحت ايطاليا اكبر معقلين للوباء في العالم انا عايز اقول للرجالة المدعين الرجولة ومن اعداء الوطن والمعارضين لهذه الخطوات لو في واحد راجل بطل يقدر يعمل اللي عملته السيدة وزيرة الصحة اعتقد لا كل الناس هتخاف على عمره لكن الست دي اللي انا بيها وان هي ادارة المعركة من قلب الميدان دي بطلة دي ست الخطوة اللي قامت عليها دي ست مصرية عظيمة هي مش بس بتشرف نفسها وتشرف حكومتها دي بتشرف كل ست مصرية انا بكلم كل ست مصرية انه هي النهاردة تفتخر طبعا من ساعة السيدة الوزيرة قامت بهذه الخطوات انا تفتخر بيها هذه الست المصرية الست العظيمة هي اساس المجتمع اذا اذا كانت جزء من حلول المشكلة كان اللي احنا مرنا بيها على مر تاريخنا الحديث كان الست المصرية العظيمة اللي وقفت في صورة التسعتاشر واللي وقفت في الاستحقاق الانتخابية الست المصرية عظيمة وانا من من خلال وزارة الصحة بدعم الجيش الابيض الجيش العظيم اللي على صفوف الاولى في المعركة هو الاطباء والتمريد دول دول يتعمل لهم ايه انا بشوف صور على على مواقع التواصل الاجتماعي بيناموا على الارض من كتر التعب ناس بتضحي ناس بتقاتل من هنا بقى حي الجيش الابيض جيشنا العظيم جيشنا الابيض الجيش اللي 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 بيضحي بحياته كلها عشاننا ومن خلفه القيادات الجيش والشرطة وافراد الجيش والشرطة اللي بيحموا هذا الجيش وهم حقة الصد العظيم لنا تحية الجيش مصر سواء كان ابيض سواء كان بني تحية شرطة مصر تحية لسيادة الرئيس العظيم اللي بيدير الازمة وحكمته على اعلى مستوى انا بحييك بحييكو جدا وبوصل ليكو تحية الشعب المصري احنا الحمد لله يعني راضيين جدا عن اداء الحكومة لكن مش احنا مش هنبطل انتقاب يعني احنا دايما احنا رضانا عن اداء الحكومة الا اننا برضو على موضوع صرف الخمسمائة جنيه طبعا احنا بنشكر الحكومة جدا الحكومة قررت تصرف خمسمائة جنيه للعمال اليومية المضارين من هذه الازمة الخطيرة لربنا ندعو ربنا ان هو يزحع عننا خطوة جبارة وعظيمة وكبرى الدول وانتوا عارفين قصد كويس كبرى الدول رفضت ان هي تقدم بعض المساعدات البسيطة لمواطنيها للأسف الشديد كانوا بيستهينوا بحياة الانسان قالوا اللي يعيش يعيش واللي يموت يموت احنا مش هندفع عن كل الناس عايزين نقول الموضوع دوت مهم جدا احنا عايزين نتكلم فيه بس قبل ما نتكلم فيه الخمسمائة جنيه بتاعة عمال اليومية اللي بحقي الحكومة ان هي حسد بينا هناخد تنصال من زكريا زكريا هيتواصل معنا اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة